هل احنا مع الفكرة او المثل بتاعي يقولك مش عارفة اراد حظ ولا فدان شطارة ولا لا انا هقولك ليه الناس بتقول كده ليه هقولك لما بنسمع ان يعني بيبقى مثلا واحد مكتهد وبيكتهد وبيشتغل وبيقوم الصبح يروح شغله وبيشتغل بدل الشغلة اتنين وتلاتة وتلاقي مثلا واحد طلع عمل اسفاف على الفيسبوك كما اسفاف اه بيحصل كتير اه بيحصل كتير اه يعني ده اسفاف دي الكلمة الجميلة وهزاب اللي انا اخترتها وبعدين يسمعوا اصل فولان اللي عمل الاسفاف ده وسمع الناس الفاظ بذيئة اي اه اتشهر وادوله فلوس ومعرفش ايه شركة ايه تديه عمايت له ايه حتى لو كان الكلام على فكرة مش حقيق يعني حتى لو كان الكلام مش مظبوط قوي وفي ناسة تنتج له الاسفاف عادي اه بس انت متخيلة يعني ايه واحد مثلا شقيان وتعبان ويجي واحد يطلع يعمل اسفاف فوق سطوح بيتهم مثلا بعد ما اقام النوم الساعة اثنين والتات العصر ويبص يقولك استو ده بقى معان فلوس عشان عامل اسفاف طب وانا اللي شغل وتعبان طب وانا اللي ببزل مجهود طب وانا اللي عندي ايال طب الناس تقولك ايه يا عمّة بقى تقولك ياه لانا زهدت وتهدت وتقولك يعني احنا دلوقتي المراتب ما بقاش مكافل غاية نص الشهر ويجي واحد مش عارف ايه مش بيكره الخير لغيره لكن هو احساسه ان هو استرب ازاي الحاجات القيمة ما بقتش تجيب فلوس او الحاجات بدليل اقولك على حاجة الناس بقيت تجري وراء السهل وانا بشوف ان من حق اي حد يعمل اي حاجة يعني كنا لسه بنتكلم من شوية الناس اللي كانت بتشتغل بيشغل ولادهم في الصيف او حتى في المدارس يشتغلوا عند نجار يجيب له 20-30 جنيه في اليوم او عند ميكانيك يجيب له 20-30 جنيه في اليوم او يشتغل صابي كهربائي او 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 ما بقاش دلوقت ما بقاش ليه بقى التوك توك بقى ينزل التوك توك العيل بيجيب له 200-300 جنيه في اليوم مش مشكلة فبخلي الناس اه تميل لفكرة ويبدو اني الشطارة ويبدو اني ولا هي الشطارة ان انا اعمل اللي الناس عاوزاها او اللي المجتمع عايزوا عشان يبقى معايا دخل لا يا دي مش شطارة يعني دي ما اسمها الشطارة قالس يعني طبعا حضراتكو بقى تختلفوا تتفقوا نشوف بقى الاراء دي ايه لكن مفيش حاجة اسمها الحظ في ان انا اختار اللي هو نظام خالف تعرف فانا ابقى مشهور اختار ازاي اكون ترند مهما ان كان ترند ده عبارة عن ايه زي بتلف المحشي في قط النوم على السرير ولا مش عارف اعمل اطلع اقول ايه فوق سطوح البيت فانا كده الناس حتى لو شتمت فيه وحتى لو ما عجبهاش اللي انا بقوله فانا برضو بقيت مشهور عشان الفيديو بتاعي اتنقل من ده لده لده حتى لو كانت كلام سلبي اللي بيتقال عليا كلام صعب بس مش مشكلة ايه حاجة برضو بتجيب لي فلوس هل ده يدخل في نطاق الحظ؟ هي لا ده مش في نطاق الحظ ولا دي شطارة الشطارة فعلا انك تعمل حاجة مختلفة انك يكون عندك رأي ممكن يفيد غيرك يكون عندك موهبة او حاجة انت مش واخد بلك منها ولو انت استخدمتها كويس ممكن تجيب لك دخل وممكن تحطك وتنقلك في حتة تانية يعني انا بشوف الحظ لازم يتقابل مع الاستعداد او موهبة او حاجة يعني لازم الاتنين يبقوا مع بعض يكملوا بعض هو فيه ناس برضو عشان ما كدبش بيقولوا حظها سيء تفضل تعمل 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 ويقولك الحظ مش مديني وشه خالص يعني على طول مديني ظهره ففيه ناس كده فعلا نقص الفكرة نقص المدخل اللي انا اختاره ممكن اقول حاجة اوه انا كده بقاطعك لا اقول عشان بس لو بتدقى عاملها تانية حتى لو اقول مش مشكلة نتحسب بعدين طيب بصي انا شايفها لا هي بالحظ ولا بالشطارة الاتنين نسبة لا ولا بالاتنين بالاجتهاد صدقيني اللي بيجتهد مرة واثنين وثلاثة او مصر ان هو يوصل لحاجة ربنا ما بيكسفوش طيب ما دي شطارة لا ما هو اقولك الحاجة في ناس شطرة ده في ناس فنانين جدا مثلا شطرين جدا في التمثيل وعمرينا ما شفناه مع الشاشة وفي ناس شطرين صوتهم حلو قوي يقولك اسربوا الواسطة يا عمي ده انت ما اجتهدتش حتى عملت بالنواة رابعة حاجة على السرش ولا بالاجتهاد لوحده يعني انت بتقول بالاجتهاد بمناسبة التمثيل ممكن يبقى حد موهوب وبيكتهد ويدور على فرصة وياخد فرصة صغيرة وياخد فرصة صغيرة وممكن يقعد عمرو كله ده في ناس ابتدت انها تمثل والناس تعرفها بعد سن الخمسين والخمسة وخمسين هل تفتكري فبردو مش دي لوحدها هل تفتكري ان لو في حد فز في التمثيل ولا حد فز في صوته حلو وعمل حاجة على السوشيال ميديا والناس كلها تبعيته انه هو مش هياخد فرصة هياخد فرصة غصبا عن اي حد هو عمل الفيديو ده مثلا 3 دقايق واللديقتين بيطرح فيه موهبته موهبة شاعر موهبة بتاعه وهو فعلا يستاهل هو حد فعلا مميز تفتكري يعني الناس هتدي له قفاة لا الناس طلعه احنا هنا بقى في مجال ايه في مجال صوت في مجال تمثيل في مجال حاجة فيه ناس شاطرين جدا جدا في حاجات تانية بس برضو هم شايفين ان هم مالهمش حظ يعني في مهنة في صنعة في رسم حاجات كده يعني بيبقى نفسه حد يكتشفه بيبقى نفسه موهبته دي او الحاجة اللي شاطر فيها الحظ يعني يساعده لا بس اقول لك على حاجة ما انت تبتزعلي طيب استني بس لو حاجة فيها موهبة لو حاجة تانية لو حاجة فيها موهبة فنية السوشيال ميديا دلوقت بقى برقبة اي يعني اي حد انا مش مستني حد يحطك على الطريق لان السوشيال ميديا بتخليك تتريف كويس يعني اقصد اقول لك على حاجة بقيت الفكرة ان انت بقيت تصنع نفسك بأديك مش مستني زمان كان يقولك كشفين كشفين الكورة مثلا كان واحد يروح يدور كده في الحوارب بتاعه يجيب الخطيب يدور كده تاني يلاقي حمد أمامي ده في الكلام ده من 40-50 سنة دلوقتي بقى فيه لا بقى فيه النهاردة السوشيال ميديا لما بتلاقي حد فعلا موهوب او حاجة الناس بتجري وراه غصبا عن الصناع فيه ناس مش بالموهبة يعني فيه ناس بتستغل وتستخدم السوشيال ميديا مش عشان موهبة لكن عشان تبقى ترند والحظ بيجيبها من وجهة نظرهم هو ده الحظ ان انا اضرب فوق خالص اللي عارفين اللي هي ما ارتفع طير ومشو عارف ايه اللي اسفافة ايوة هو ده كده اللي هي انت على قد ما هتفرق وتطلع وتدرب هتوقع ده مش اكتهاد الناس بتتعامل مع ده لان هو حظ كويس شفت بقى الحظ لما يجيب مش لأ ده مش حظ ده بيسموه الترند الترند يعني يعني انت بتطلع فوق 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 وبعدها بساعتين بعدها بيوم بعدها بيومين انت اصلا ما بيتش موجود فهما زي اللي بق عندنا غيرك تشوف غيرك انت بتغني في غيرك بي مش عارف بيعمل ايه فانا رأيي ده مش نجاح